وقع محافظ القاهرة خالد عبد العال ورئيس صندوق التنمية الحضرية خالد صديق اتفاقية تعاون لإدارة الوحدات المنشأة بمشروع الخيالة بالبساتين وقال محافظ قاهرة إن مشروع الخيالة الذي أقمته الدولة بديلاً للمناطق غير الأمنة بمصر القديمة يتكون من 42 عمارة سكنية أرضي وتسعة أدوار متكررة بإجمالية 2268 وحدة سكنية يتم تسلمها لمستحقها مؤثثة بالكامل ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة